أشوفيك يوم من اللي أنت عملت فيا لما أنت غادرت بايا واللي هترضاه علي بكرا نهاردة عليك هاي أزايكوا يا جماعة أنا إيا و النهاردة أنا هاكل كتير قوي قدام الكاميرا هل أنا عارفة أن هاكل كيوم ؟ لأ هل إذا ما هاكله ده يبقى حلو ولا لأ أنا لم أعتقدش الذي أعرفه أن أنا النهاردة هاكل أكثر في مكون واحد مشترك المكون المشترك ده انا ما عرفوش بصراحة كل حلقة حصل فيها ان انا مكالت حاجات كلها فيها مكون مشترك كزايا القرف يلا بين الطبق رقم واحد يا جماعة كفاة بتنجان بقى طب يا جماعة مو ده بتنجان اللهم بتعمله عادي بتنجان المشوي ده وفيه حاجات يعني فيه حاجات متقطع صغيرة هتلاقي ده فيلفل وتوم وفلفل سود معلين أنا مش عارف بصراحة ايه ممكن يبقى مخاء مشترك مع الحاجات التي جايه يعني فيالله بينا نشوف بيت الابخل الطبق التاني نشعر ايه يا جماعة بسورة 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 ايه يا لام جدي لايبيش حجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا هذا؟ أشعر أن هناك شيء حرائي وفي نفس الوقت هناك موز في الموضوع أنا سعر لا أعرف شيء يمكن أن يكون كاري حرائي ونرى ما بعده أنا لا أشعر بالثاني والله الطبق الثالث الراضح أنه الحلقة لكي تزاولني يعني لا أعتقد أن هناك شيء موجود في كيك وحاجة حرائي ستكون جريمة ضد الإنسانية لو كيكة فيها شطة أو فيها بجد همشي لا أكمل الحلقة لا أصدر لا يوجد أي شيء أنا لذلك لا أعرف ما هو المكون المشترك حقيقي الطبق الرابع أنا سأجد لي تلابك معه يعني أنا كالت حاجات فيها بصل وطوم وبعدين كالت كيك ودلوقتي سأكل حاجات فيها بصل وطوم تاني دي شكلها فراخ عادي يالله بنا أعني أعني سأكل بالطبق هل تفتكرون التيكة جلبت فيها فراخ الضبق الخامس هل هذه الماء بليلة أو هل ما قمح مثلا يمكن أن تكون مكون المشترك قمح يا جماعة والله العظيم انا مش فهم انا بيضحك علي كثير ليه اجي ماء تشربة طيب او دي ماء تنشى او دقيق مثلا اسمح مرحيمي صوية حلبة والله ممكن تكون حلبة عايزة الطبق الاخير دا كوركوم دا ولا 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 فليفر فراخ طعم حلبة قوي انا عمري في حيزي مكالة حاجة ومكنتش عارفة على هذه الدرجات يعني كل مرة كان الواحد يبقى عنده كده حس داخلي كده انا مش عارفة انا خلاص انا هتجنن هفضل كده طب محادش اقول لي طب ممكن اجيب كل الحاجات وحطوها جنبي كده وحس بالامومة هم حواليه ويمكن يجيلي الواحد طب يا جماعة دول كانوا سيبت قطباء اللي انا مش حقيه مش عارفة ايه المكون المشترك لما بنا سيقطع قطة ميتة على فكرة أنا قلت في الأول موز أحد يستجدقني هذا العموز مش موز إشريموز يا أولاد الذين عناتنا يعني إشريموز لا يكون إشريموز يا جماعة و أنا قرد لإله الله و لازم كل ما مقوم حلقة فيها مقوم مشترك لازم أن أتحذق حسنا يا جماعة أنا لم أفهم كيف إشريموز محطوط في كل شيء يعني كيف إشريموز محطوط في ستير فراي أنا لم أرى كيف إشريموز محطوط في البتنجان أنا أيضا لم أرى هذا عصير إشريموز يعني أو إيه؟ شي إشريموز حسنا يا جماعة كانت حلقة المكون المشترك صراحة لو كنت عادت ثلاث سنين عمر ما كنت أتوقع أن المكون المشترك هو إشريموز و اكتشفت إنه إشريموز مشهور قوي في أسيا الجنوبية و كمان مشهور في الهن و كمان قالوا لي إنه حلو المدارة الوش و الشعر بقى و الكلام ده الكيك كات كيك الأكل كله كان عادي فتمان يعني جربوا تعملوا أكل بإشريموز و شفت دايقوا و لو أي حد عايز يعرف وصفة أي أكل من الأكلات اللي أنا كنتها النهاردة قلوا لنا في الكومنس و هنرد عليك يلا أشوفكم الحلقة اللي جاية باي أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة